هذا الفيديو لمحبي الثمات والخلفيات الرائعة والجديدة وذات الدقة والجودة العالية حيث سأقدم لكم أفضل التطبيقات للحصول على أجمل الخلفيات للهواتف الذكية تابع معنا حتى لا نطيل عليكم بالشرح سأقدم لكم عدة تطبيقات لأفضل الخلفيات للهواتف اختار منهم ما يناسبك وأول تطبيق معنا هو هذا التطبيق وما يميز هذا التطبيق أنه لا يعرض لك إعلانات مزعجة في كل مرة تريد فيها تشغيل التطبيق وما راح تأثر نهائيا على جمالية التطبيق وعلى أداء التطبيق وأيضا إن الخلفيات الموجودة HD بأفضل جودة ممكنة ويمكنك تحميل الخلفيات الجميلة مجانا دون أي مقابل والجميل فيه أيضا أنه مقسم لعدة أقسام حسب نوع الخلفيات وأيضا يحتوي على عدد كبير جدا من الخلفيات الرائعة والجميلة جدا ممتاز والآن ننتقل إلى تاني تطبيق لأفضل الخلفيات وهذا هو التطبيق كما نشاهد وأيضا الخلفيات الموجودة بدقة وجودة عالية وممتازة جدا وما يميز التطبيق عن غيره أنه لا يحتوي على الكثير من الإعلانات المزعجة وطريقة استخدامه طريقة سهلة وبسيطة وأنه يسمح لك بتحميل الخلفية كصورة عندك في الاستيديو بجودتها الأصلية والآن ننتقل إلى التطبيق رقم ثلاثة وهو تطبيق فقم بمعنى الكلمة وهو بيعطيك خلفيات ممتازة لهواتف A71 والA51 وأيضا هواتف النوت وكل الهواتف الموجود فيها نوتش أو ثقب الكاميرا الأمامية في الوسط فعند استعمال هذه الخلفيات الموجودة في هذا التطبيق لن تشعر أنه موجود كاميرا أمامية في الهاتف لأنها ستبدو جزء من الصورة كما نشاهد في الصور على الجوانب في الشرح لأنه بتصوير الشاشة غير واضحة الفكرة وهي أيضا بدقة عالية جدا وجودة عالية وأيضا تصلح لكل الهواتف ويوجد به العديد من الخلفيات وأيضا يوجد نسخة مدفوعة من التطبيق أما هذه النسخة فهي مجانية وأما بالنسبة للخلفيات المتحركة فصحيح أنها جميلة ولكن لها عيوب كبيرة ومن عيوبها غير أنها تستهلك البطارية بشكل كبير أنها أيضا تستهلك من ذاكرة الوصول العشوائي الرام دون أي فائدة تذكر للهاتف فأنا أنصحكم بعدم استخدام التطبيقات التي تعطيك خلفيات متحركة لأنها مضرة بصحة الجهاز بشكل كبير على المدى القريب وأيضا على المدى البعيد وآخر شيء نتحدث عنه في هذا الفيديو هو التطبيق الرائع الموجود في كل هاتف من هواتف سامسونج طبعا يوفر لك خلفيات وأيضا يوفر لك ثيمات فخمة جدا وهو تطبيق جالاكسي ثيم من سامسونج موجود فيه العديد من الخلفيات الجميلة والمجانية وأيضا الثيمات المجانية الرائعة وأيضا يوجد فيه أشياء وخلفيات وثيمات مدفوعة يمكنك شراءها من التطبيق بشكل عام طبعا هذا بشكل عام عن التطبيق إذا كنتم حابين أشرح التطبيق بالتفصيل اكتبوا لنا ذلك في قسم التعليقات وبالنسبة لكل التطبيقات التي ذكرتها بالشرح فالروابط موجودة في الوصف بالترتيب وإذا كنت مشاهد جديد اشترك معنا وفعيل الجرس ولا تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته